رغم أنها تقع في منطقة الريفية بأطراف الديوانية إلا أن ذلك لم يمنع مدرسة ابن رجد الابتدائية أن تكون صاحبة أجمل حديقة مدرسية ومنطقة خضراء حسب التقييم السنوي لوزارة التربية كادر الحر الذي رافق مدير عام التربية في جولة ميدانية وثق هذه المدرسة هذا التمييز لهكذا حدائق وهكذا مدرس سوف يعزز ويقيم ويثمن ويدعم إن شاء الله في المراحل القادمة بالتخصيصات المالية اللازمة لهذا الغراض والدعم المعنوي وبكل الطاقات التي تستطيع بها مديري العام التربية القادسية في دعم هكذا مجال كي يسهم في نجاح العملية التربوية وحصلت مدرسة ابن رجد لثلاث سنوات متتالية على المرتبة الأولى على العراق في مسابقة أجمل حديقة مدرسية وحظيت باختيار منظمة اليونسكو التي صنفتها بالمدرسة الصديقة للطفل مدير المدرسة دعا الأسرة التربوية لإنشاء مشاريع مماثلة من أجل خلق بيئة دراسية ملائمة حصول على المرتبة الأولى لثلاث سنوات متتالية نسبة نجاح متميزة حصلت على التغذية المدرسية كذلك أتمنى من كل أخوان التربويين على أنشاء حديقة بالمدرسة أولا تفتح نفوس التلاميذ بيئة نظيفة جيدة جدا للتلاميذ هواء نقي هواء جيد هواء حلو للمدرسة وتميزت هذه المدرسة بإحراز نتائج متقدمة في جميع مراحلها وربما الفضل يعود لتفاني كادرها التربوي الذي وضعها في هذه المرتبة الحرة كان لها هذه اللقاءات مع تلاميذ مدرسة ابن رجد الحديقة جميلة أشجار وراء وهاية ويعني جماله الواحد يرتاح بها الحديقة هي منظر المدرسية منظر يجب أن نزرع الأشجار والورود ويجب أن نحافظ على البيع النظافية المديرية العامة للتربية أكدت أن المنافسة حق مشروع في التميز وأنها وضعت برنامجا للتقييم يشمل أفضل موظف وأفضل مدرس وأفضل مسؤول قسم وأفضل طالب من أجل الارتقاء بالعملية التربوية وتكريم المبدعين عازمين على القيام بها كأفضل حديقة أفضل مدير متميز وهذه ستكون على مستوى شهري ومستوى سنوي وأفضل موظف أفضل مسؤول شعبة أفضل مسؤول قسم هذا الأمر يخلق روح التنافس وهو أعتقد ما يكلف المديرية العامة للتربية أشياء بسيطة لكن هذا من باب التشجيع ومن باب التنافس ومن باب إعطاء كل ذي حق حقه تفاني وجدية الكادر التربوي هو من أوصل هذه المدرسة أن تكون صاحبة أفضل حديقة في المحافظة ومدرسة صديقة للطفل حسب تصنيف منظمة اليونسكو لتكون بذلك قدوة تسير بالمؤسسة التربوية نحو النجاح من الديوانية ميثم الشباني الحرة